مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب موضوع صلب المسيح لا يكفيه حلقة أو اثنين أو ثلاثة لأنه موضوع أساسي وجوهري في الإيمان المسيحي فكل الطوائف المسيحية القديمة والحديثة تؤمن وتعترف بأن يسوع قد مات وأنه قد دفن كما تؤمن أيضا بأنه قد قام وقد ظهر هذا هو جوهر الإيمان المسيحي حتى من أنكروا في بداية القرون الأولى أنه المسيح بالجسد قد صلب هما لم ينكروا الحادثة هما كانوا يقولون أن المسيح جسده لم يكن جسد إنسان مثل لنع هما كانوا ضد المادية أنه يكون له جسد مادي هو يشبه الجسد لكنه ليس كجسد فهذا هو القول لكن لا توجد طائفة قديمة أو حديثة مسيحية أنكرت تاريخية صلب المسيح لكن أتى بعد ستمائة سنة من قال أن المسيح لم يموت ولم يقدم دليلا واحدا يؤكد به صدق ادعائه فكل الذي قاله أن المسيح لم يصلب ولم يموت وحلقة النهاردة هي سؤال سؤال أنا بطرحه على الإخوة المسلمين وأرجو من كل قلبي أنه حد منهم يطلع يجاوبني بالمنطق على هذا السؤال لو لم يكن المسيح حقا قد صلب ومات يعني أنا هنروح مع الكذاب لحد باب داره زي ما احنا بنقول لو لم يكن حقا المسيح قد صلب ومات فما الداعي لاختلاق قصة صلب وموت أو للسؤال الثاني لو صدقنا الرواية الإسلامية كويس وهي طبعا لا تصدق لكن لو صدقناها لو صدقنا هذا الإدعاء وأن المسيح لم يصلب ولم يموت فما الداعي للتلاميذ بصفة خاصة والكنيسة الأولى بصفة عامة أنها تخترق قصة صلب وموت المسيح ليه الكنيسة اخترعتها إذا لم تكن حادثة تاريخية ليه الكنيسة اخترعتها ليه التلاميذ نادوا بالمسيح الذي صلب والذي مات ليه اخترعوها ألم تكن المسيحية أكثر قبولا بدون قصة الصلب والموت ألم يجتجنب التلاميذ أنه لو المسيح لم يصلب ولم يموت أليس هذا سهلا حتى على التلاميذ وعلى الرسالة المسيحية لكن ليه التلاميذ والمؤمنين الأوائل أول ما نادوا نادوا بالمسيح الذي صلب والمسيح الذي مات إن لم تكن هذه حقيقة تاريخية فلماذا اخترعتها الكنيسة وأنا عايز حد يجوابنا على هذا السؤال بإجابة منطقية واحد واثنين وثلاثة لكن أبدا ما أنا أجواب على السؤال ده في السؤال ده يبحث عن الدوافع الحقيقية التي جعلت التلاميذ يختلقون هذه القصة إيه الدوافع؟ ما هو أنا لو لو في حاجة تاريخية ما حصلتش وأنا قلت إنها حصلت يبقى أنا يا إم أنا صادق في واحدة يا إم إن أنا كذاب ولو أنا كذاب وألفت القصة دي يبقى أكيد ألفتها لسبب في وراها سبب لو لم تكن قصة صلب وموت المسيح حقيقة تاريخية فما الداعي أو الدافع الذي دفع التلاميذ أو المؤمنين الأوائل لاختراعها؟ دايما الواحد يخترع حاجة للأسباب أو يألف حاجة للأسباب إيه هو إيه الأسباب بقى؟ هل مثلا هل وراء هذه الكذبة مكاسب مادية؟ يعني هل لما ننادي بأن المسيح قد صلب وأنه قد مات دايبقى في مكاسب مادية؟ في مكاسب ورغبة في الشهرة؟ هل دوا هيجعل التلاميذ مشهورين؟ معروفين؟ ما أنت لو جيت لأي شخص بيجذب أو بيختلق يعني أكاذيب يبقى أكيد وراها سبب وراها دافعة فهل الدافع هو مكسب مادية؟ هل الدافع هو رغبة في الشهرة؟ هل الدافع هو أنه يعني سرعة قبول اليهود والرومان لهذه القصة؟ يعني هما أضافوا لها الصلب والموت علشان اليهود يقبلها بسرعة ويؤمن بيها والروماني كمان يقبلها بسرعة ويؤمن بيها ولا دا كان العكس؟ أنا بسأل الأسئلة دي لأنه هي دي الأسئلة اللي تخلينا يعني نعرف القصة دي حقيقية ولا مش حقيقية كويس؟ لأنه ليوجد قدامنا غير طريقين طريق إنها حقيقة تاريخية مؤكدة لا شك فيها صلبه وموته كويس؟ وليس صلبه وإغماءه زي ما دا عديدات وليس صلبه وإنه وضع في القبر وكان ما بين الحياة والموت وبعد كده يعني قام منتصرا وفاء من الغيبوبة اللي كان فيها أبتكلم عن الصلب والموت هل وراءها إنه اليهود بالسرعة ممكن يقبلوا المسيح زي ما قلت يا إما أنها حقيقة يا إما أنها كاذبة وإذا كانت حقيقة فلماذا ينكرها المسلم؟ وإن كانت اختراع فلماذا اختراعها؟ التراميذ هل غرضها إقناع اليهود واليونانيين بأن المسيح هو المسيح يعني لما نقدم المسيح مصلوبا ومات على الصليب إذا قدمنا المسيحية بالصلب والموت هل دا هيكون له قبول كبير عند اليهود وعند الرومان ويؤمنوا أن دوا هو المسيح وللأسهل لو نشيل الصلب ونشيل الموت ونقدم المسيح بدون الصلب والموت كأنه يبقى له قبول كبير عند اليهود وعند الرومان لماذا ولماذا ولماذا أسئلة لا تنتهي وعش كده السؤال ده أنا بعتبر السؤال منطقي ولازم أي شخص مسلم يجاوب عليه بأمانة لو لم يكن المسيح قد صلب ومات فلماذا اخترعت تلاميذ قصة صلبه وموته في التحقيقات لأي محقق في أي جريمة أو أي واحد عايز يوصل للحقيقة لازم يسأل سؤال عن الغرض والدافع من أهم الأسئلة اللي تسأل هي الأسئلة المرتبطة بالدافع أو الغرض وأنا بقول للإخوة المسلمين قلولي ما هو الدافع الذي دفع تلاميذ المسيح لاختراع قصة صلب وموت المسيح قدمولي الإجابة طيب لما نيجي ناخد نقطة نقطة مع حضراتكم كده ونحاول نجاوب عليها هل المسيح مصلوبا وميتا على الصليب حقيقة الصلب والموت هل دي هتجعل اليهود أكثر قبولا للمسيح هل الصليب عند اليهود هو وسيلة ممكن علشان يعني أقنعهم بأنه دوان هو المسيح فكان لازم نحط معاها الصلب والموت ولا فكر اليهود عن الصلب والموت مختلف عشو كده مهم جدا لما اتكلم عن تاريخية صلب المسيح وحقيقة صلبه وموته وإنه دي حقيقة تاريخية وإذا حد بينكرها وبيكذبها لازم أسأل عن الدوافع اللي ممكن تخلي تلاميذ المسيح يخترعوا قصة زي كده عشو كده مهم جدا نحن نرجع لليهود لأنه التلاميذ كانوا يهود والكنيسة نشأت أول ما نشأت نشأت في مجتمع يهودي ولسنين طويلة كان اليهود يعتبرونها يعني طائفة من التواقف اليهودية فهل الصليب كفكرة كأمر كحدث له قبول عند اليهود ولا لا عشان أقدر أجاوب على السؤال ده لازم أرجع لسفر التسنية وفي أصحاح 21 وفي الأعداد من 21 إلى من عدد 22 إلى 23 سفر التسنية بيقول لي إيه سفر التسنية بيقول لي إذا كان على إنسان خطية حقها الموت كلم عن شخص ارتكب خطية هذه الخطية تستوجب الموت فقطل وعلقت على خشبة فلا تبت جثته على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم لأن المعلق ملعون من الله فلا تنجس أرضك التي يعطيك الرب إلهك نصيبة يعني إيه كلام ده كلام ده بيوريني أنه نظرة اليهود كيف ينظر اليهود إلى إلى المسلوب وإلى عملية الصلب كيف ينظر اليهود ويقيم اليهود الصلب والمسلوب والمعلق على خشبة فقول إذا لهذا الإنسان أخطأ وخطيته تستوجب الموت وموته وعلقته على خشبة فلا تدع جثته تبيت على الخشبة يعني في نفس اليوم اللي فيه يصلب ويس يموت بل تدفنه في ذلك اليوم لأن المعلق ملعون من الله أقدر أفهم من الآية دي أنه الصليب في فكر اليهود هو لعنة من الله وأن المسلوب في فكر اليهود ملعون كويس ودي اللي ألعى بوليس الرسول أن الإنسان الخاطئ الجميع زاغ وفسده كلنا خطاء ولأننا خطاء فنحن واقعين تحت اللعنة الإلهية عقاب الخطيئة هو موت المسيح صار لعنة من أجلنا المسيح حمل عنا خطيانا لكن هنا نظرة اليهود مهمة جدا لأنه أنا لو هخترح حاجة عشان أكسب منها وعشان أخلي اللي قدامي يقتنع بيها يبقى لازم أبقى عندي منطق وأقول الأفكار اللي تجعله يقبلها بسهولة وليس يرفضها ويتعثر بها يقول راشي وهو واحد من معلمي اليهود المشهورين في الترجوم اليهودي لا يمكن أن يعترف اليهود بمسيح يموت مصلوبا فالمعلق على خشبة ملعون من الله ده اللي بيقوله هنا راشي هذا المعلم اليهود مش ممكن بأي طريقة من الطرق أن اليهودي يجد سهولة في أن يقبل أن المسيح صلب وأنا هؤلق على خشبة ليه لأن المعلق على خشبة ملعون من الله يبقى فكرة أنه المسيح مصلوب ومات على الصليب فكرة من أصعب الأفكار التي ممكن أن يقبلها اليهودي وإذا جيت وقلت اليهودي أن المسيح المسيح صلب سيقول لك ما ينفعش ما ينفعش البروفيسيح البروفيسير اليهودي إسرائيل شيحاك في كتابه جوش هسري أن جوش ريليجين تاريخ اليهودي والديانة اليهودية يقول لنا بحسب التلمود تم قتل يشوع أو يسوع من قبل محكمة حاخامية اللي هو السنهدريم اللي هو السلطة الدينية في ذلك الوقت المجمع اليهودي صاحب السلطة الدينية العليا في ذلك الوقت والذي يرأسه كان رئيس الكحة قيافة فيسوع قد قتل أو أنه يعني تم الحكم عليه بالقاتل من قبل محكمة عخامات بتهمة داء تلمود بتهمة عبادة الأصنام وتحريد اليهود على عبادة الأصنام المسيح في مرات كثيرة كان يقول أن الإنسان ليس من أجل السبت بل السبت من أجل الإنسان المسيح في مرات كثيرة صنع آيات وعجائب يوم السبت فكل هذه الأمور كل هذه الأمور أبغضت اليهود وجعلوه يعني وجعلوهم أنه ينظروا إليه على أنه معادي لليهود يمكن بعض وصل لفكرة أنه افترع على المسيح بأنه عابد أو سان لكن كمان التهمة الأخرى وتحريد اليهود على عباد وازدراء السلطة الحاخامية من أكتر الحاجات التي كان المسيح معارضا لها وضدها هم الكهنة والكتبة والفرسين الذين كانوا يعني يعيشون حياة المرائية في الصلاة وفي التقوى وكانت تقواهم زائفة وكانوا يهتمون بالخارج لكن دون الداخل المسيح وقف معهم وقفة جديدة جدا واتكلم وقفة وقفة كل الأصحاح بيكلم عن ويلات للمعلمين اليهود الذين كانوا في ذلك الوقت المرائين فالمسيح اصدر بالسلطة الحاخمية بعدين الجميع المصادر اليهودية الكلاسيكية التي تتحدث عن موت يسوع يسعدها أن يتحمل اليهود مسؤولية ذلك يعني اليهود فخورين بأنهم حكموا على المسيح مش ندمنين أنهم حكموا على المسيح ده فخورين بأنهم حكموا على المسيح ويأخذ هذه المسئولية بسع صدر احنا لنا الفخر ان احنا حكمنا عليه كويس فقد ذهبت اكثر رواية يهودية انتشارا وهي تلادوت يشوع او نسب يسوع يسوع الى القول بان يسوع سيء السمعة كما اتهمته بالسحر كان اسم يسوع بالنسبة اليهود رمزا لكل ما هو مكروه انا بقول ليه الكلام ده اعزا وريكوا الى اي مدى انه اليهود عندما حكموا على المسيح بالموت هم حكموا على الموت وهم رافضين كشخص فلما تيجي تقول ان المسيح قد صلب ومات من اجلهم ومن اجل الانسان هذه الفكرة مش مقبولة عندهم ولن يقبلوها كويس فبالتالي اختراع فكرة موت المسيح من قبل التلاميذ يبقى افشل الفاشلين لو هم اللي اختراعوها يبقى التلاميذ خيبين لانه كان لازم يخترعوا حاجة اليهود يقبلوها مش يرفضوها لكن التلاميذ يبقى كده اختراعوا حاجة وهم عارفين اليهود مش هيقبلوها ان لم تكن هذه حقيقة تاريخية يقول التلمود ايضا البابليا عن الصلب لا تترك جثته على الخشبة طول الليل بل يدفن في نفس اليوم لان المعلق على الخشبة لا يكرمه الله كيف ذلك لماذا علق هذا الرجل على الخشبة لانه جدف ومن ثم فقد اهان الاسم السماوي ده بالنسبة اليهود فالتلاميذ اختراعوا لم يجي حد يقولك اختراع انه قصة صلب وموت المسيح هي اختراع لازم تدور على السبب الدافع لماذا اختراعوها لو اختراعوها من اجل اليهود كويس يبقى هم اخيب الخائبين زي مثلا ما تيجي تفتح محل مثلا مرتدلة لحمة خنزير في بلاد اسلامية يبقى انت يعني صاحب بزنس خيب اي نعم هيجو يشتروها من من ورا سرا لكن يبقى انت صاحب بزنس خيب لانك ما عرفتش ما درستش الناس تقبله والناس ترفضه الماركت بتاعك ما عرفتش ما درستش الماركت بتاعك فلو هم اختراعوها من اجل اليهود يبقى يبقى فكرة عبيطة ملاش ايستحقق لانه هم يهود وعارفين عارفين ده التلاميذ نفسهم لم يكونوا يتخيلون ان يسوع هيصل بيموت بالرغم من ان المسيح تحدث مرات ومرات عن صلب وموته لكن هذه الحقيقة كانت ابعد ما يكون عن فكرهم وده واضح جدا في قصة قصة تلمزايا عمواس قصة تلمزايا عمواس لما لما المسيح تقابل معهم بعد قيامته قالوا له انه كنا نظن كنا نأمل كنا نأمل طيب اخد اخ زكريا وارجع نكمل مع حضراتكم حلو 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 لسنم غد مانا تي حلو حلو طيب نكمل مع بعض عبا لما يمكن الخط او المكالمة وقعت ممكن يعيد الاتصال بنا مرة تانية الصليب لليهود عثرة بكل الترق عثرة بكل الترق ولا يمكن ان يقبل اليهودي ان يصلب المسيح ولا يمكن ان يقبل اليهودي وعيز ان المسيح يصلب ولا يمكن ان يؤمن بمسيح مصلوب فالصلب هو اعلان لعنة الله معنا لسه الاخ زكريا ولا طيب ناخد الاخ زكريا ايو الو الو اخ زكريا كيف رأيك في الموضوع لو عندك تعليق في الموضوع بتاعنا النهار ايو سلام ونعمة دكتور اشرف على برنامز امركيت اكاديم بخصوص موضوع الحلقة عن قيامة الرب يسعى المسيح بالدليل والبرهن اولا اتمنى لك عيد قيامة ماجه لكل مشاهدي سلام من الرب يسعى النسيح الله قد قام من اموت تجسيد لاتصار الرب يسعى المسيح عن الموت لانه لا يخاف الموت امين هناك فرق بين الرب يسعى المسيح وبين محمد يعني الرسول قاد قارق يعني الرب يسعى المسيح قدم جسده الخلاص يعني البشرية الخلاص من الخطايا اما محمد فقات ليقص لكل البشرية يعني إلا قارنت من اسلام المسيحية الاسلام قتل البشرية فوق طوك بالارض تفتكر اخ زكريا قدم من نفسه اخ زكريا انت كمسلم عابر يعني او كمسلم سابق تفتكر انه يعني هل هل ممكن يخطر على بال التلاميذ انهم يخترعوا قصة موت المسيح ان لم تكن حقيقة لا لان القرآن هو الذي شوها صورة الصليب ان الصليب هو قداس يعني قداس وعند الجاهلين جاهل يعني الشيطان عندما لا يمكن ان هناك صليب والمسلمين لما يجدحوا وغذوا الدول المسيحية حتى كنيسة آية صوفية في سورك قد حول الى المسيح يعني الشيطان وكف شكرا شكرا اخونا زكريا شكرا لك وكل سانة وحضرتك طاي طاي فزي ما قلت الحضرة الصليب بالنسبة اليهود عثرة وده اللي قال رسول بوليس لما قالنا كده فيه كورنسوس الاولى اصحاح واحد وعداد اثنين وعشرين لان اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة ولكن نحن نكرز بالمسيح مصلوبا وكرازتنا للمسيح مصلوبا هذه الكرازة المسيح المصلوب بالنسبة لليهود عثرة وبالنسبة لليونانيين جهالة فكيف الانسان ان يخترع شيء لا اليهود هيقبله ولا الامم هيقبله ازاي طيب نيجي بقى عند الامم الصليب عند الامم شفنا الصليب عند اليهود انه مش ممكن ابدا باي صورة من الصور ان يكون التلاميذ اليهود اخترعوا صلب وموت المسيح من اجل اليهود ما ينفعش طب يمكن اخترعوها من اجل الامم لان فكرة الصليب عند الامم قد تكون مقبولة اقول لكم لا عمرها ما كانت مقبولة ولن تكون مقبولة ليه لما ندرس نعرف انه اي نعم الصلب كصلب اخترعه الفرس كوسيلة عقاب الاشخاص يعني ومرسوه شوية كانوا الفرس ماديو فارس يعني اللي هما ايران لكن الرومان اخدوا الفكرة من الفرس وصلوها الى الكمال كمال كمال التعذيب الجسدي والنفسي والازلال و يعني الصلب كان ابشع وسيلة تنفيذ عقاب للمجر للمجرمين الموت بالسيف اهوان الموت بالحرب اهوان الموت بالحجارة يمكن اهوان انك ترمي واحد من على مبنى عالي اهوان من ان انت تصلبه لانه ابشع وسيلة لازلال وكسر الانسان جسديا ونفسيا هو الصلب وعش كده الصلب كان بحسب القانون الروماني يمارس مع المجرمين العبيد يعني يعني لو عبد اه في الامبراطورية الرومانية عمل جريمة ينافس في حكم الصلب لكن لو نفس الجريمة عملها الروماني الجنسية ما ينفسش فيه حكم الصلب الا في حالات محدودة جدا ان يكون هذا المجرم معادي للامبراطورية معادي لرومة نفسها معادي للامبراطور حالات قليلة جدا لكن بصفة عامة ينفس في العبيد لكن لا ينفس في الاحرار الصلب وسيلة لالازلال ولتنفيذ واستخدام اقصى انواع الالم الجسدي ضد المجرمين زي ما قالت الصلب يستخدم للعبيد وليس للمواطنين الروماني حتى الجلد المواطن الروماني لا يقلد العبد يقلد لا يوجد اي قيمة وفائدة في شخص المسلوب بالنسبة للرومان القيمة من واحد يصلب لا توجد اي قيمة ده ولا حاجة يعني ده ما يعتبرش حتى ما ينزلوش اليه على انهم يستاهل النظر اليه او الاعتبار وليس له اي قيمة فلا توجد اي قيمة لما تروح تقول المسيح صلبة لشخص روماني يقولك صلبة يعني ايه القيمة بتاعته من هو شيء قيمة الخلاص بالنسبة للرومان لا يكون بالصلب لكن يكون بالحكمة بالفلسفة القوة ده الخلاص فحتى لو تقوله المسيح مات لكي ما يخلصك ففكره ده ده جهالة كيف لشخص مصلوب ان يخلصني كيف لشخص مات ان يفديني خلاص هو بانه الانسان يبقى طلع على الفلسفة والحكمة والقوة لكن الصليب لا الصليب ضعف بالنسبة للرومان الاممي الصليب هو ضعف الصليب هو جهالة الصليب هو حماقة طيب يبقى شفنا انه عشان اخترع كذبة عشان اخترع كذبة يبقى انا الكذبة لانه اخترعتها ما لهاش اي فايدة ليه لانه لا اليهودي هيقبلها ولا الاممي هيقبلها ودول الفئتين اللي موجودين في العالم يا يهودي يا اممي فاليهودي مش هيقبلها لن يقبل اليهودي مسيا مصلوبا والاممي لن يقبل الاممي مخلصا مصلوبا واضح الفكرة ان لم تكن حقيقة ان المسيح قد صلب ومات حقيقة تاريخية فلا يوجد داعي لاخترعها من اجل الامم ومن اجل اليهود هتقول لي تم ممكن يكون اخترعوها من اجل ذوتهم عشان نفسهم هما ودي النقطة التالتة سأتكلم فيها هل ممكن يكون التلاميذ اخترعوا ان المسيح قد مات لاجل دافع شخصي عندهم لاجل دافع اناني موجود جواهم هل ممكن ما هو كل شيء ممكن اذا دورنا على السبب واذا دورنا على الدافع هل ممكن ان يكون الدافع وراء اختراع قصة موت المسيح هو مكسب للتلاميذ طيب احطه بطريقة اخرى ماذا جان تلاميذ المسيح من وراء اختراعهم لقصة صلب وموت المسيح ايه اللي اكتنوا اكتنوا ايه اللي كسبوه شوفوا الانسان لو درستنا يعني وشفتنا الانسان على طبيعته نعرف ان الانسان بيكذب بيسكلي لسببين لسببين اما انه بيكذب عشان ما كسب ممكن يغش ممكن يزور ممكن هو عايز يكسب عايز يكسب من وراء العمر كويس تروح تشتري عربية مستخدمة يفرش لك الارض زي منقول طحينة والعربية كذا وكذا وبعدين بعد ما يبيعها لك وياخد الفلوس تكتشف ان العربية دي مضروبة اساسا ومسروقة هو كذب عليك عشان يكسب غش ده السبب الاولان اللي بيخلي الانسان يكسب لكن فيه سبب ثاني يخلي الانسان يكسب وهو انه خوفا من شي خوفا من شي او تجنبا لألام او معناه يعني تبقى مثلا سي عربيتك وقفك الرجل البليس فيقولك انت كنت مسرعة تقول لا انا مش مسرعة انا كنت ماشي صح لك لا انت كنت مسرعة فانت بتجذب انت تعرف ان انت كنت سريع بس انت بتجذب عشان عايز تتجنب المخالفة اللي هتاخدها عايز تتجنب المخالفة او ان انت تكون ماسك التليفون وتعمل حدثة على الطريق ولما يجي معك يقول لا انا كنت مركز في الطريق انا كنت كويس انت عارف انت كنت مسك التليفون وكنت بتتفرج على التليفون او كنت بتكتب حتى يمكن مسيج على التليفون وانت سايق وعملت الحادثة بس انت عايز تتجنب الاذى اللي هيجي لك لو انت قلت اه انا غلط فدول الحاجتين اللي بيخلوا الانسان يجذب اما انت عايز تكسب او ان انت عايز تتجنب الاذى تيجي انطبق دول على تلاميذ المسيح تيجي انطبق دول على تلاميذ المسيح من وراء اختراعهم لموت المسيح كسبوا ايه زيروا ده خسروا ولم يكسبوا ده دول خسروا حتى اكسادهم خسروه خسروه ما كسبوش ماديا ابدا ده حتى ما كانش معاهم يعطوا لواحد عواقف عند الهيكل عند باب الهيكل يعطوه يعني شحات كان بيشحد يعطوه عطية قالوا له ليس لنا فضة ولا ذهب معناش معناش لفضة ولا ذهب لكن الذي لنا اياه نعطيك باسم يسوع المسيح النصري يقوم ما امشي هم عايزين يديلوا حاجة اسمعهمش فالدول اللي هم عندهم انه شافوه كانوا فقرة تركوا اشغالهم تركوا بيوتهم تركوا اعمالهم اليومية تركوا دخلهم وصاروا زي المسيح الذي قال عن نفسه ان ابن الانسان ليس له اين يسند رأسه صاروا زي المسيح كسبوش مديا ما فيش واحد فيهم عمل عمل يعني شوال من دهب زي ما اليومين اللي فاتوا اكتشفوا انه البغدادي زعيم داعش كويس في المكان اللي كان فيه كان مخزن شوالات دهب واكتر من مليون دولار كاش كانش عندهم ما كسبوش حاجة اهو ده كسب كسب من الكسب اللي كان بيقولوا والقتل اللي كان بيعملوا لكن لكن التلاميذ لم يكسبوا شي نهائي مديا لم يكسبوا منادات التلاميذ بصلب المسيح ادت لهم بالمشاكل والمتاعب اقرأ بس سفر اعمال الرسل من بداية مناداتهم بالمسيح الذي صلبه وماته وقام اتسجنوا اتضربوا البعض رجم حتى الموت والبعض رجم ومات كل هذه الاتحادات سجلها لانكتر مؤدس سواء في سفر اعمال الرسل او حتى خارج اعمال الرسل سجلها لانا يوسيفو وسجلها لانا يوسابيوس وتريتليان وفلافيوس كل دول سجلوا لنا اضطهاد المؤمنين كم واحد كم واحد اتقل في الزيت وهو سخب كم واحد اترامل الاسود عشان تنهج في لحمهم وفي عظامهم كم واحد التلات كورون الاولى كانت كلها آلام ومعاناة واضطهاد وافتراء واضطهاد لو في الموضوع اهلا وسهلا بك بس مش بس في الموضوع من تلك اشكرك اوهاب المياه المدرسية شكرا لك معلش عشان انا عندي الوقت قصير فكان نفس المداخلة تكون في نفس الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه فده ده اللي كذبوه تلاميذ كذبو ايه لم يكسبو شيء اعرى الكتاب المعدس اعرى تاريخ كنيسة ولا الكتاب المعدس هيكذب ولا تاريخ كنيسة بيكذب ممكن اللي يقولك انتصر وغلب ودبح وقتل هو ده اللي يكذب لكن اللي انضرب واللي اضطهد واللي ماتوا واللي سوشهدوا مش هيكذبوا يعني يعني دايما الانسان يخترق الانتصارات لكنه ما يخترعش الهزائم والانكسارات وده ودول كانوا في موقف في نظر العالم منهزمين ومنكسرين كذبو ايه ولا حاجة هتقول لي لا 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 هم ما كذبوا كذبوا شهرة تفتكر تفتكر انهم كذبوا شهرة شهرتهم كانت بسبب تمسكهم واقتناعهم وايمانهم بشخص المسيح حتى لو هذا الاقتناع قادهم الى الموت شهرتهم اتت من تضحيهم تضحيهم ضحوا بانفسهم وقدموا انفسهم من اجل المسيح شهرتهم اتت لانهم تحدوا العالم بما يمتلكونه من حق فالب المسكونة برسالة جوهرها ان المسيح هو ابن الله المتجسد الذي اتى ومات على الصليب من اجل خطيانا وقام من اجل تبريرنا وكل من يؤمن به يخلص دي رسالة بتاعتهم ما سكب هذه الرسالة الى اخر لحظة الى اخر لحظة حتى لما في مواقف اعطي لهم حرية الاختيار عندما وقف بولي كاربوس كواحد من شهداء المسيحية امام الامبراطور واعطاه اختيار وقال له اطلقك حرا ان انكرت ايمانك بالمسيح صح لا صح انا مش هموت لو انا قلت ان المسيح مش هو ابن الله المتجسد ده بعمل كده لا 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 ما عملش كده رد عليه بمقولة مشهورة قال له كان امينا معي ستة وتمانين سنة فكيف اخونه في لحظة ومات استفانوس حتى استفانوس وهو بيرجم في شدة الالم يرفع عينيه نحو سماء ويقول اخفر لهم لا تقم لا تقم لهم هذه الخطوية ده جابوا الاود منين من المسيح المسلوب الذي مات من اجلهم وقام الوحيد الذي اخترع قصة عدم صلب المسيح وموته هو رسول الاسلام الوحيد الذي طعن في موت المسيح على عود الصليب هو الاسلام لانه يعلم يعلم علم اليقين ان خلاص الانسان هو بقبول المسيح الذي مات وقام وهو لا يريد ان الانسان يخلص يريد ان يعيش في خطياء ويموت في خطياء فيكون مصير الهلاك الابدي لكن نشكر ربنا من اجل كثيرين الذين فتح الرب عيونهم وبصائرهم فقبلوا يسوع واتحرروا من الاسلام وعرفوا محبة الله لحياتهم وهكذا يفعل الله في كل مكان انه يأتي بكثيرين الى ملكوته كل تلاميذ المسيح بلا استثناء فيما عدا يحنى اللي قال لنا الكتاب انه اتنفع الى جزيرة باطموس كلهم استشهدوا وماتوا وانا يمكن ذكرت الحقيقة دي قبل كده بس حلو ان انا اذكرها تاني ماذا عن ماتة ذبحة في مدينة في اثيوبيا تاريخ كنيسة بقول لك كده ماتة تلميذ المسيح ماذا عن مرقص ماتة في الاسكندرية بعدما سحلوه في شوارع المدينة عاش كده مسحية في مصر اصيلة صمدت وتصمد امام كل التحديات لوأة شنق حتى الموت في اليونان تلميذ بولس يحنى الحبيب بعد ان عزبة تم نفيه في جزيرة باطموس يعقوب اخو يحنى كتعت رأسه في ارشالين في لوبوس شنق وعلك على عمود في مدينة هيرابوليس ثم رجم بالحجارة شوفوا البشاعة ومدى الالام اللي تحملوها يعني اتشنق وعلقوه على عمود وبعد كده رجموه حتى بالحجارة يعني حتى ده احنا نقول انه اكرام الميت دفنه لكن دول حتى بعد ما شنقوه يعني مثله بجسته بارث الماوس تم أليو في الزيت حي أنا أنا لما لوحل بيقعد يتخيل اللي اللي الناس دي مرت فيه يعني يعني اللي بيحب فينا انه يدخل المطبخ ويعمل حاجة بكلم سواء الرجالة او الستات انه لما بتتحرق بت او بتيجي عليك نقطة زيت حمية شوف مدى تأثيرها على على الجلد وبتقعد وقت دقي متألم بلك انه انه واحد حي بيرموه في زيت مغلي اندراوس ربطة في صليب وتركة ليموت ماتياس رجم ثم قطعت رأس برنابة ماذا عن برنابة رجم حتى الموت رجم حتى الموت بوليس قطعت رأس في روما توما مات بالسهام في جنوب شرق الهند بوترس تلميذ المسيح صليب لكنه كانت رأسه للأرض وليس للأعلى كل هؤلاء كل هؤلاء ماتوا بسبب ايمانهم ماذا جنوا من اختراعهم لقصة صلب وموت المسيح لا شيء بكل المقييس الارضية هؤلاء خسروا كل شيء ان لم تكن ان لم يكن صلب المسيح حقيقة حقيقة تاريخية فلا يمكن ابدا انه عاقل يخترعها اجي الى سؤال كان سأله بعض الاخوة المسلمين اخد فيه اخر تلت دقايق هذا الاخ المسلم مسمى نفسه الاسد المرعب معرفش يعني الناس دي بتخاف تطلع باسماءها الحقيقية بيبقى على طار ولا على الديون مش عارفين لكن هو يعني بيعتبر انه اسكى اخواته زي ما بيقوله فهو بيقولي بيقول عندي سؤال احبائي النصارى وانا اولا تعليقي على ما تدعيه نصارى نحن ليسنا نصارى نحن مسيحيين وارجو ان انت تحترم اللقب الذي دعي علينا انا لا احترم ابدا ان انت تستخدم الاستخدام الاسلامي او العبارة الاسلامية نصارى ان كنت هتكلم معانا تكلم كمسيحيين دي حاجة احبائي النصارى يا اولاد الحرة نحن اولاد الحرة نعم لاننا لسنا عبيد للخطية ولا للشيطان ولا لنصو الشيطانية نحن عبيد للرب الرب حررنا واعتقنا وانا اصال ان انت الرب حررك ويعتقك ايضا اسمحوا لي ان اعلن اندهاشي ايوة بقى يا تفلس يعني شوفوا عارفين المسلم دايما عندي سؤال يدمر المسيحية عندي بش عارف ايه دماشي كمل اسمحوا لي ان اعلن اندهاشي من موقف ساق ساقص عليكم احداثه ماشي قولنا ايه بقى اندهاشه يقول اي ام يتعرض ابنها لمشكلة كبيرة قد تعرضه لعقوبة الموت فنجد هذه الام تندفع بغريزة الامومة لحضور جلسات المحاكمة وهي تبكي ماشي واذا صدر الحكم عليه بالموت تجدها بتبكي وتصرخ طالبة الرحمة لولدها وساعة تنفيذ حكم الاعدام تكون اول الحاضرين ولو خارج الاسوار تبكي وتصرخ وتشق ملابسها وقد تسقط على ارض مخشيا عليها حسنا على ابنائها واخيرا هي تكون اول المرافقين لجسد ولدها وهو يحمل الى مثواه الاخير وهي تنتحب وتبكي هذا هو حال اي ام تفقد ولدها طيب سؤاله بقى اثناء محاكمة المسيح وتعذيبه ورفعه على الصليب وموته ثم وضعه في القبر امه العزراء مريم لم تظهر ابدا ولم يكن لها وجود على مصرح الاحداث وذلك في انجيل متى ومرؤس ولوء بخلاف انجيل يحنى وذلك شيء غريب فكيف تقاطع ام مراحل محاكمة وتعذيب وقتل ودفن وليدها بينما يحضر اخرون اغراب مش محتمل بقى الزكاة مش محتمل تكون متأكدة ان الشخص الذي يحاكم ويصلب هو ليس ابنها يسوع ده شبيه يعني اولا في عجالة اقول لحضرتك ان الانجيل او اي انجيل لم يذكر كل شيء الانجيل ذكرت لنا ما يحدف او ما يحقق الغرض من كتابته كويس حاجة تانية عدم ذكر حدث في انجيل وذكره في انجيل الاخر ليس هذا تضرب بل هذا حدث حقيقي فاذا ذكر في انجيل بنعتبر انجيل ومريم العذراء كانت عند الصليب الى اخر لحظة في انجيل يحنى اصحاح 19 وعدد 25 عدم ذكرها في الانجيل الاخرى لا يعني غيابها نهائي عدم ذكر اسمها ووجودها في الانجيل الاخرى لا يعني عدم وجودها اخيرا التركيز كله في هذه الاحداث ليس على الناس مهما كانوا لكن على الرب يسوع على المسلوب الذي هو الحدف الذي جاء من اجله لكي ما يصلب ويموت من اجل خطيانة الى ان نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح مع حضراتكم